النهاردة هنتكلم على الأزمة اللي بتمر بالحب الحقيقي هل الحب بيمر بأزمة في الزمن اللي احنا فيه؟ الحب الحقيقي ده طاقة السلام اللي موجودة بين البشر هو اللي بيدي الإنسان إحساس الدفع والأمان في التعامل مع الآخرين وبيدي له إحساس بالهدوء وبيدي له إحساس بالسعادة لوجوده مجرد وجود الحب وجوده فقط بيشعر الإنسان بالطمأنينة والسعادة إن حياته فيها حب ما نقدرش ننكر إن الإنسان بيبحث عن هذا الشعور ومحتاجه يبقى ده أول شق عايزكوا تفهموه إن هذا الشعور إحنا لا نستطيع أن نعيش في هدوء وسلام وتمأنينة وسعادة بدونه وجود الحب ده شيء عام بنطلبه في حياتنا مع كل المحيط بتاعنا الإنسان بيرغب في الحب كأساس قوي جدا يقدر يبني عليه علاقناك حب نيجي بقى للواقع الواقع بقى قليم جدا وحزين جدا أصبح الحب الحقيقي عبق على النفس البشرية أصبح ممارسة الحب الحقيقي بالنسبة للإنسان فيها نوع من أنواع الضعف والخزلان لا يرغب أن يمارس هذا الحب الحقيقي لما فيه من مشاعر إيثار وتضحية وضعف نزع إنسانية عجيبة في الأنانية وحب الزات وعدم الرغبة في إرضاء الآخر وإرضاء النفس فقط والبحث عن مصلحة النفس فقط والهروب والخروج من الأزمات للإنسان ذاته فقط دون التفكير في الآخر دون الشعور في الآخر لكن الإنسان ارتقى وتحضر وفكر ووصل لدرجات من الارتقاء الفكري والارتقاء الشعوري أنه تخطى هذه النزع الإنسانية ووصل للمعاني جميلة من الإنسانية أنه يعيش وسط مجموعة ويعيش مع رفيق وخلى الحب هو قانون وأساس ودستور هذه العلاقات طيب نشوف إيه المشاكل لأدت لهذا الواقع الحزين المشكلة الأولى بتبدأ من السرار فقد الحب ده شيء بينشأ وانت طفل ما كانش فيه حب حقيقي في هذه الأسرة كانت الحياة مزيفة وكانت الحياة ماشية بمصار خارجي وأيطار خارجي أما البيت فكان يخلو من السعادة والحب والمشاعر الدفية دي كان يخلو منها فالإنسان هنا بيبع عنده مصار من اتنين اللي بيتربى في هذه البيئة مصار من اتنين يما بيفقد الحب تماما وبيطلع مثال شبه كربوني لهذه الأسرة وبرضه ما عندوش مشاعر ومشي عاطفي وبيمشي في الحياة بطريقة عملية وفكرية ويفكر في الذات والنفس وحب النفس عنده أهم من أي شيء ويجي عن آخر يا إما بيبقى عنده نوع من أنواع الحزن والكبت وإنه عايز هذا الحب يمارسه قدام يعني هو ما فقدش إيمانه بيه بس حزين لعدم حدوثه معاه في صغره فعايز دور عليه لما يجبر ففي ناس بتفقد الإيمان في الحب من صغره خلاص دي بره فهذا المجموعة بقى المجموعة دي عندها أمل المجموعة دي تكمل الواقع اللي احنا عايشينه هو الواقع لا يتبع قوانين العاطفة والروح هو الواقع يتبع قوانين المادة والاستقرار الزائف هو الواقع بسخرته القاسية سهام الواقع تدخل على قلب الإنسان بقوة تعمله جراح كثيرة جراح كثيرة جدا أول سهم مؤلم يطلقه الواقع أن أصبح الحكم على البشر ليس بجمال وصفاء الروح وطيبة القلب ولكن الحكم أصبح عليهم بمعايير أخرى التقييم هو للقوة والعنفوان والسيطرة والغنى وهكذا أصبح خلاص مش مهم أنت إيه قد تكون أنت إنسان قلبك يسيع الكون كله لكن أنت وضعك إيه وجودك إيه تأثيرك إيه معاك إيه أصبحت الحاجات دي هي اللي بحكم بيها عليك أصبحنا بنعرف أنفسنا برضى المجتمع ورضى الآخرين وأعجابهم بينا إعجاب الآخرين بينا هو إعجابنا بنفسنا للأسف خطأ خطأ مهما أنت كنت معتقد بذلك وده بيديك نشوة وسعادة فهو خطأ أنت غير واعي بس أنت لما ترتقي فكريا هتعرف أن ده هراء هتعرف أن ده مضيعة للروح والنفس والوقت يجي الإنسان اللي قلنا عليه بيدور على الحب ده يلاقي أنه ما فيش صدق في المشاعر حواليه ما فيش التزام بالكلمة حواليه ما فيش مرعاء لمشاعره ما فيش مرعاء لروحه ما فيش مرعاء لأخلاقه ما فيش مرعاء لصدقه ما فيش مرعاء لرجحة عقله ما فيش مرعاء لقلبه عايزين تعرفوا أزمة الحب الحقيقي ازمة الحب الحقيقي ان الناس اصبحت لا تؤمن بي ولا تؤمن بوجوده الا في الاساطير وفي احلامها وفي خيالها اصبحت الناس بتدور عليه في علاقات عابرة في علاقات خيالية ولما بتشوفه وبتلاقيه بتخاف منه الموضوع بيغير كل الفكر اللي هي بنته على مدارة عمرها كله كيف اعيش واحد اتنين تلاتة زهر الحب ده هدم كل هزي المنظومة فبالتالي اجري ولا الحب انا بخسر كل حاجة انا عرفها في حياتي لا لا مش عايز الحب انا ارجع لحياتي بلاش حب يلا تكمل حياتي هزا ما يحدث وهزي مشكلة الحب الحقيقي ان الناس اصبحت ما بتترباش على وجوده ما بتمرسوش ما بتشوفوش في طفولتها اصبح الموضوع فكرة بتبحث عن الفكرة لما بتكبر مش بتلاقيها بتلاقي المجتمع مش بيمارسها هكذا وهكذا الانسان بيفقد تعلقوا بيها فلما بيلاقيه بشكل صدفة او بيلاقيه بطريقة معينة ما بيفهمش ايه ده ثم يبحث هذا الانسان بعد كده عن السعادة والطمأنينة والهدوء ولا يجدهم ويسأل نفسه هو انا ليه مش مبسوط انا ليه مش حاسس بامان انا ليه دايما متوتر انا ليه دايما حاسس ان فيه شيء مفقود هي دي الحلقة المفقودة ان انت عايش مش بمبدأ الحب الحقيقي في حياتك سواء في العلاقة او مع الاخرين يعني احنا مركزين في العلاقات بس مع الاخرين يعني الموضوع ده ممكن تاخدوه كمسأل واتطبقوه على كل انماط العلاقات البشرية سواء مع الاسرة مع الاصدقاء مع الزميل مع الناس اللي ما تعرفهم مش حتى الناس انقسمت تلت اقسام قسم لم يعد يؤمن بوجوده هو مش مؤمن بوجوده من البداية فده بيعيش في قلق وتوتر حزن ودايما حاسس ان فيه شيء مفقود حيدركه ممكن في يوم الايام مع الوعي ان فيه حاجة اسمها حب انا ما عشتهاش ان انا عيشت طول عمري بفكر في نفسي ان انا عيشت طول عمري مش براعي مش عاري لغير هيدرك في يوم الايام او لا يدرك هزا الانسان بيأزي اللي حوالي كلهم وبيعيش حياة فارغة وفي نوع تاني مؤمن بالحب لكن شايف ان هو شيء مش موجود او يعني نادر الوجود ونادر الحدوث فمش هاعد استنى هاعد استنى ليه فبياخد الايه فبياخد القرار انه يمشي مع القطيع لما يمشي مع القطيع دايما بيحس ان هو منفصل من الشخصية هو شخصيتين هو شخصية عايشة الواقع لكن هو عايش بحياته وحلمه وقلبه فالهو مؤمن لي اللي هو الحب فبالتالي بيعيش في حالة الانفصان دي وده انسان بيبقى يعني مختلط الفكرة دايما انه متقلب المزاج ومش عارف هو بيعمل ايه بيتوه بيتوه لانه مؤمن بشيء وعمل شيء تاني النوع الثالث هو النوع اللي مؤمن بالحب ومش هيتنازل عن الحب وهيستنى الحب مهما حدث هذا النوع هو النوع الوحيد هذا النوع يغلب عليه صفة الوحدة وملوش اصدقاء كتير وحت لو لي اصدقاء كتير فمحدش فهمه هو انسان بيكلم لغة غير لغة الناس هو انسان بيفكر في حاجات مش دارجة حواليه اللي بيساعده حاجات غير اللي بتساعد الناس هذا الانسان بيفضل عيش طول عمره متعلق بفكرة ان انا عايز عيش الحب الحقيقي ولو يوم ولو ساعة ولو لحظة لانه عارف انته وعارف قد ايه ان هذه اللحظة تساوي عمر كامل يعيشه الناس دي اندر انواع الناس واقلهم الحب موجود الحب اهم حاجة في الحياة الحب هو الاساس هو طاقة الخير هو طاقة السعادة هو طاقة الهدوء النفسي الدفع الامان احساسها الراحة كل هزي المشاعر اللي الانسان بيعيش طول عمره ويدور عليها موجودة في هذا الشعور الحب خلي خيارك دايما الحب اوعى تنساق وراء الاخرين لو انت مش مؤمن بالحب فوق لو انت منفصم اوعى تجري ولا الاختيار العملي وتقول ما عنديش وقت خلاص انا انا مش حاضي استناته العمري اصبر باستناك والجزء اللي مستني الحب الحقيقي حيجيلك طول ما انت مؤمن بيه حيجيلك وانت عارف كويس ان انت عايز يوم واحد انت عايزوا لاحظ راحت ان شاء الله يجي في اخر العمر بس يجي كلمتي الاخيرة احبوا بعض احبوا بعض بجد رجعوا المعاني رجعوا المعاني الراقع بيننا رجعوا الاحساس بالاخر حس بغيرك حس بغيرك قرب منه بقلبك قرب منه بقلبك اخذوا بالكم من نفسكم ونكمل الكلمة مرتين اشتركوا في القناة